السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم مع انتج جديد من دروس مادة التاريخ. سنبدأ في هذا الدرس بالوحدة الثانية التي تحمل عنوان بليكتين دولتها عثماني السياسة العثمانية من الامارة الى الدولة منذ تأسيس الدولة العثمانية عام ثلاثمائة واثنين حتى فتح اسطنبول الف واربعمائة وثلاثة وخمسين. وساعطيكم ملخص بخمس دقائق تقريبا يختصر لكم كل الاحداث. اذا فهمنا هذا الملخص بشكل جيد نكون فهمنا تاريخ الدولة العثمانية بشكل ممتاز. هذه توسعات الدولة العثمانية من الف ثلاثمائة واثنين حتى الف اربعمائة وثلاثة وخمسين. يعني بعد فتح اسطنبول. اسطنبول هنا وعثمان مؤسس الدولة العثمانية اسس الدولة هنا في هذه المنطقة الصغيرة جنب مكتوب كويونهصار سواشة معركة كويونهصار. هنا كان يوجد مدينة صغيرة اسمها صوت. كانت مركز عثمان. فعثمان انشأ الدولة في هذا المكان الصغير هنا بعد القيام بعدة معارك ناجحة ضد البيزنطيين. اللي كانت عاصمة اسطنبول هنا. قسطنطينية. وثم جاء ابنه اورهان واخذ مدينة بورصة. وحولها الى عاصمة الدولة العثمانية واخذ هذه المنطقة كلها. واخذ ايضا اول قلعة له في الطرف الغربي. اللي هو اه الدولة البيزنطية. يعني هنا كانت الدولة البيزنطية. ثم جاء ابنه مراد الاول واخذ اديرنا. وحولها لعاصمة الدولة العثمانية. فاصبحوا محاصرين اسطنبول من هنا الى هذه الجهة كلها صارت دولة عثمانية. ثم جاء بعده ابنه يلدرم بيازيد. بيازيد الصاعق يعني. وهو كان اول شخص يحاصر اسطنبول. ولكن لم يستطع اخذها بسبب هجوم المغول من الشرق الى انقرة. فاضطر الى الانسحاب من حصار اسطنبول ومحاربة المغول في معركة انقرة. فهزم بالمعركة واسر وثم توفي. وبقيت الدولة العثمانية بعد وفاته احد عشر عام. ليس لها حاكم. لا يوجد سلطان للدولة العثمانية. ففي هذه الاحد عشر عام كل الاراضي اللي كانت هنا كان في قبائل تركية انضمت للدولة العثمانية. كلها رجعت انشقت مرة اخرى عن الدولة العثمانية. وكان هناك صراع بين ابناء يلدرنبيا زيد من اللي راح يكون سلطان من بعده. حتى انتصر اخر واحد من الاخوة اللي اسمه اه تشيلبي محمد. محمد تشيلبي يعني. واعاد تنظيم الدولة من جديد واعاد استعاد كل الاراضي اللي انشقت عن الدولة العثمانية واعاد النظام من جديد للدولة العثمانية. وكل هذا اسطنبول ما زالت عاصمة الدولة البيزنطية. فقط المكان الملوم باللون الزهري كان اراضي للدولة العثمانية. جاء بعد محمد شيلبي او محمد الاول جاء مراد الثاني وتابع الفتوحات الى الخلف اخذ هذه المناطق. وثم جاء بعد السلطان محمد الثاني سابع سلطان للدولة العثمانية واستطاع ان يأخذ اسطنبول اخيرا بعد حصار اكثر من شهر وحولها لعاصمة الدولة العثمانية. ولم يكتفي بذلك وانما بعد ما اخذ اسطنبول وحولها لعاصمة الدولة العثمانية اخذ سواحل البحر الاسود هذه كلها. والتف هكذا حول البحر الاسود. فاذا لدينا عثمان مؤسس الدولة العثمانية في مدينة الصوت. وكان له فتوحات اخرى في مدن متل يارهي صار بلجيك اناجول والكثير من المدن الاخرى. ثم جاء بعد ابنه اورهان واخذ مدينة بورصة وحولها الى عاصمة الدولة العثمانية. وقام بفتوحات ايضا ضم ازنيك وازميت الى الدولة العثمانية. جاء بعد ابنه مراد الاول اخذ مدينة ادرنة وحولها الى عاصمة الدولة العثمانية. وكان له معارك ناجحة جدا ضد الصليبيين مثل معركة تشيرمان ومعركة كوسوفو الاولى. ولكنه بعد ما انتصر في المعركة اه غدره احد المحاربين الصرب وقتله في ساحة المعركة فستشهد. وجاء بعد يلدرن بيازيد الملقب بالصاعقة. يلدرن. واول واحد حاصر اسطنبول في تاريخ كل هؤلاء. اول واحد يحاصر اسطنبول هو يلدرن بيازيد. ولكن لم يستطع اخذها. فكما تحدثنا اضطر للانسحاب ومحاربة المغول في معركة انقرة. وقتل في هذه المعركة. وبقيت الدولة بعد احد عشر عام ليس لها حاكم. اطلق على هذه الفترة اسم فترة ديفري. يعني عهد الفتور او الركود. اللي لم يكن هناك اي نشاطات للدولة العثمانية فيها. وثم جاء بعد واحد من ابنائه اسمه جلبي سلطان ميمد. واطلق عليه لقب اوثمان لديو الاتنين اي كينجيك وروجوسه لانه عادة اشكيل الدولة العثمانية من جديد. بعد ما انهارت بعد وفاة ابوه. وبعد ما توفي جاء ابنه مراد الثاني. كان له اهم المعارك معركة فارنا ومعركة كوزوفو الثانية. وسلم الحكم لابنه الصغير محمد الثاني. الذي كان ما زال في عمر الثالثة عشرة. فلم يقبل الاوروبيون بذلك. وحدث مشاكل بينه وبين الاوروبيين بسبب هذا التسليم للسلطة. فاثر عليه ابنه ان يعود الى سلام السلطة. فبقي يحكمه مع بعضهما. حتى اصبح السلطان محمد الثاني في عمر الثمانية عشر عام. فاصبح هو السلطان المطلق للدولة العثمانية. وبعد ما اخذ اسطنبول وحولها لعاصمة الدولة العثمانية اطلق عليه لقب الفاتح. اذا هذا ملخص كل الكلام الذي سوف نتحدث فيه في هذه الوحدة والوحدات اللاحقة ايضا. اليوم سوف نتحدث ببدايات تشكيل الدولة العثمانية. هنا لدينا يعني الوضع الجيوسياسي للاناظول وما حولها في نهايات او في اواخر القرن الثالث عشر. الجيوسياسي يعني توضع على الارض. الوضع السياسي على الارض. لدينا في الاناظول وما حولها كان لدينا تركيا سلطة الدولة. تحدثنا عنها في الوحدة السابقة كيف انها بعد ما خسرت معركة كوسيدا ضد المغول بدخلت في مرحلة الانهيار وانهارت. لدينا ايضا دور روما امبراطورلو يعني الدولة البيزنطية او دولة روما الشرقية. امبراطورلو ان اتشنجي يزين صورة امبراطورة البيزنطية هي عبارة عن اراضي البلقان. اراضي البلقان يعني اذا عودنا للخريطة السابقة هذا القسم من الدولة العثمانية هذا كله اسمه البلقان. كان في البلقان لدينا مقدونيا ولدينا اليونان هنا. ولدينا ايضا الجزر هذه الموجودة هنا في بحر ايجي ايجي دينيزي. والتراقيا اللي هي اسطنبول الاوروبية. يعني هذه المنطقة كلها اسمها تراقيا. فهذه كلها كانت هي الامبراطورية البيزنطية. تحت كاف غالارو في هاتشل سفللينين اتكي سيلة انادولو في برقال الارضاكي سياسي اتكي ليني قايبتما نكتصن ضايدة. يعني كانت في مرحلة فقدان اهميتها وتأثيرها السياسي في البلقان وفي الاناضول بسبب الحملات الصليبية التي تحدثنا عنها في الوحدة السابقة. وبسبب الصراع على العرش ايضا. كان الامراء البيزنطيين يتصارعون كثيرا ويقتلون بعضهم من اجل الاستيلاء على العروش. فلذلك كانت من الناحية السياسية ضعيفة جدا. وفقدت قوتها في القرن الثالث عشر. لدينا ايضا الهان لديلتي. يعني دولة المغول نستطيع ان نسميها. مع الامبراطور لونن بارتران مصر زرنا. هولاقو هان طرف اندان ايران في جفرسن ده كورولدو بين كيوز اللي عالت. يعني تشكلت في ايران ومحيطها من قبل هولاقو. هولاقو طبعا كان ابن جنكيس خان مؤسس الدولة المغولية. فهي تعتبر فرع من فروع دولة الدولة المغولية اللي تشكلت في ايران. بين كيوز عالت مشطة المملك لولار لا يعبولان اي نجالوت سوا عشان ده بيو كبير يعني يلقاي عشا دلار. الهان لديلتي بني تشوز او توز عالتي اللي نضايق ده. يعني صارت معركة بينهم وبين المماليك اسمها معركة عين جالوت وانتصروا فيها المماليك عليهم في عام 1260 وانهارت تماما عام 1336. اذا هذا وضعها في القرن الثالث عشر القرن اللي تشكلت فيه الدولة العثمانية. مملو كلو دولتي دولة المماليك اللي كانت في مصر. ايو بي دولتيكو مطالران ايبك طرف انضان مصر داكور ولدو. اذا اللي اسسها هو واحد من قادة الدولة الايوبية من اتباع صلاح الدين الايوبي اسمه ايبك وشكلها في مصر عام 1250. وكانت تضم في حدودها فلسطين وسوريا وشوكروفا اللي هي سهول اضنى يعني. اذا هذه حدود دولة المماليك في القرن الثالث عشر. ولدينا قبيلة اسمه يعني دولة القبيلة الذهبية اللي هي كانت ايضا من اتباع اه جينكيز خان باطوهان اسمه. هو واحد من احفاد جينكيز خان. اه طرف فندان كاردينيزين كيزين دا كورولدو بين كيوز يرمي يدي. يعني تشكلت شمال البحر الاسود من قبل باطوهان. وهذه كانت ايضا تهديد للاناضول لانها قريبة جدا. هذا بالنسبة للاناضول. اذا هذه الاربعة الخمسة هاي كانت في الاناضول ومحيطها في القرن الثالث عشر. اما في البلقان اللي هي القسم الشرقي من اوروبا كما رأينا منذ قليل. كان عنا صرب وبولغار وارنغوت كرالك لاري. يعني عنا مملكة صربيا ومملكة بلغاريا ومملكة البانيا. ثلاثة مبالغ. وعنا ايضا امارتين صغيرتين هنا اي فلاك وبوضان. وعنا ايضا امارة البوسنة. هذه كلها كانت موجودة في ارض البلقان. اذا رجعنا الى الخريطة نلاحظ هنا صرب كرال اي فلاك برينسلي بوضان برينسلي. لدينا هنا بوسنة برينسلي وارنغوتلوك اللي هي البانيا هؤلاء الذين نتحدث عنهم. هدول في منطقة البلقان. او نتنجي يزيوسو لارندا افروبا داف يوضال يعقيا صاحب خيستيان طوبلوك لارندا اولوشان بيرجوة دولات بولونيوردو. يعني كان هناك الكثير من الدول المتشكلة في من قبل المجتمعات المسيحية ذات البنية الاقطاعية في اوروبا في اواحي قنة 13. ما معنات فيوضال. فيوضال سيستيميه النظام الاقطاعي هو اللي كان مسيطر في اوروبا في تلك الفترة. يعني نظام تقسيم الاراضي الى قطاعات وكل قطاع يحكمه شخص. فلم يكن هناك واحدة مركزية قوية. كانت الدول عبارة عن اقطاعيات موزعة على النبلاء والاغنياء من الناس. طيب دول افروبا دا ماجارستان فيليهستان كرالو في موسكوفا كينزلي فارد. كان عنا في شرق اوروبا مملكة المجر وليتوانيا وامارة في موسكو يعني عاصمة روسيا كانت. قبلت ان تشكل روسيا طبعا. هذا الوضع كان في البلقان اذا. هنا لدينا هذه الدول. مسلا دولة الامبراطورية البيزنطية انشئت عام تمامية وانهارت عام الف تلاتمية وخمسين. التن اور دا دا دولتي من الف ومائة ومائة ومع وشرين حتى الف خمسمية واثنين وهكذا كل واحدة يعني مخطط كرونولوجي زمني. وهنا لدينا فراغات نكتب كل دولة وين كانت. مسلا هنا باقصى الغرب كان لدينا كدس الروما جيرمان امبراطور له. الامبراطوري الروماني الجرمانية يعني. وهنا في الوسط كان لدينا مجار كرال له. وهنا لدينا بيزنس امبراطور له. عاصمة اسطنبول. وهنا لدينا شمال البحر الاسود. الطن اوردا دولتي. كمان مرمعنا منذ قليل. في مصر دولة المماليك مملوك له. وفي تركيا كان سلجوك له دولتي. وهنا كان الهان للار. الهان للدولتي. طيب الآن. اثمان لبيلين كرولوج سوريجي. يعني عملية تشكيل الامارة العثمانية. قبل ان تصبح دولة عظمى كانت امارة صغيرة اول ما تشكلت من قبل عثمان. اول شيء الاقوام يعني قبيلة عثمان ما هو اصلها ونسبها. اثمان لدينا سوريجي. قرولان اوزلار ان جنهان سوريجي. يعني هن من عشيره اسم اوزلار. قبيلة اوزلار. اذا قبيلة اوزلار. وفرع منها اسم اوزلار. ينتسب اليه عثمان وعائلته. قبيل كلمة. يعني كلمة قبيل. قج في قدرة اللامنا. القوة والقدرة. قبيلان بيكبر بولومه. بيهتمش بير ملازقرد سواشندان سوارا اناضولوية. يعني قسم اكبر من عشيره قبيل جاءوا الى الاناضول بعد انتصار السلاجقة في معركة ملازقرد ضد البيزنطيين. قائلار ايكولاراك اهلات يريسيني يورد ادين ديلار. يعني اول منطقة دخلوها واستقروا فيها واعتبروها وطنا لهم. هي منطقة اسم اهلات. وثم هنا يقولوا لنا قائلاراك ارتورو القازي بولونيوردو. هذا كلام بتاكيد كلنا نعرفو. اني ارتورو هو كان قائد قبيلت قائل. بيزنسة قرش فتح فاليهتلرين باشليان ارتورو القازي بصورة سنرا دومانيتي الى جيشي. يعني كان هو عنده اصلا نشاطات فتوحات ضد البيزنطيين. كان يقوم بالغزو على المناطق البيزنطيين. واستولى على مدينة مهمة من مدنهم اسمها دومانيتي. تركيا سلتشكلو دولتي. ترك دولات جناليينة قرى دومانيتي كلوشحاك اولاراك كايلارا فيردي. يعني بكون هو اللي اخذها. هو اللي استولى عليها. فاعطوه ياها بحسب عادات وتقاليد كانت سائدة في الدول التركية القديمة باسم كلوشحاك. يعني حق السيف. يعني هاي من حقك كونك انت انت زعتها بقوتك بقوة سيفك. كايلار سوتو كوشلاك دومانيتي دا يعيلاك اولاراك كلما يا باش لا دولار. يعني دائما كانت القبائل التركية اصلا. منذ قديم الزمان عنده مناطق للتصييف ومناطق للشتاء. مناطق يذهبوا اليها سيفا مناطق يذهبوا اليها الشتاء. فصوت اللي جعلها عثمان عاصمته. هي كانت الكوشلاك كانت يعني تمضية الشتاء فيها. لانها كانت دافئة شتاء. دومانيتي صارت هي يائلاك. يعني هي منطقة التصييف لانها كانت بارد صيفا. 1281 يلندا ارتوغل الغازي نين وفاته üzerine. يرين اولو اسمان بي. كاي بوينو باشنا ارتوغل الغازي. غازي طبعا هي لقب. كانوا كلهم يطلقوا على نفسه اللقب الغازي لانهم كانوا يقوموا بغزو في سبيل الله. فلاني هو توفي عام 1281 استلم الحكم بعد ابنه عثمان وتابع الفتوحات التي تركها ابوه ناقصة. تركيا سلجوق الو سلطاني اتشنجوا على الدين كايكوبات الهانللار طرفون دان ايرانا قتلوا المسيح وزرينها انادولو دا اكتدار برش له ارتايا تشكته. يعني قاموا الهانللار اللي هنه المغول قاموا بارسال سلطان الدولة السلجوقية على الدين كايكوبات الثالث الى ايران لاني كانوا هنه متحكمين اصلا في كل الانادول ومتحكمين بامير الدولة السلجوقية كما مرمنا في الوحدة الاولى فلذلك ارسلو الى ايران فبقيت الانادول فيها فراغ سياسي فيها فراغ سلطة يعني. بو صرداء عثمان بي بيزانسي لمجادله هالين دايدة. في هذه الاسناء كان عثمان بي يصارع البيزانطيين يتحارب مهم. بو مجادله مجادلة صنعجهمة قالوا في عزمان بي بأيسار سلطة سبيلنا ٹانية في حسبتني هذا الفائت ما البيزانطيين استطاع في ميلة البيزانسي هذه المعركة وأعلن استقلاله في هذه القلعة دائما كلمة حصار سوف تمر معنا كثيرا كلمة حصار مقصود فيها قلعة كويون حصار يعني قلعة كويون أعلن استقلاله عبر صعوده على المنبر وقراءة خطبة باسمه يعني هو اللي بايع نفسه أن يكون هو قائد الدولة الجديد بدلا من علاء الدين كيكوباد وطبع نقود جديدة باسمه وبذلك أعلن استقلاله أصبح عنا إمارة اسمه أوثمان لبيلي الإمارة العثمانية وهذا كان عام 1302 طيب هنا يقولون لنا أني كان في اضطراب بين المؤرخين حول بدايات تحسيس الدولة العثمانية هل كان 1299 ولا 1302 كما مرمنا هنا يعني هناك وجهات نظر مختلفة لتحسيس الدولة العثمانية منهم مثلا حليل إنعالجوك هذا المؤرخ الذي يقول أن الدولة العثمانية تشكلت 1302 بعد الانتصار بمعركة كويون حصار ومنهم من يعارضه وهذا الكلام كله لا يهمنا أصلا نأتي إلى الفقرة الثانية التي تحسيس الدولة العثمانية لتحسيس الدولة يعني عثمان بي الأمير عثمان أو السيد عثمان الذي يتحرك بناء على سياسة الغزو والجهاد اعتبارا من بدايات القرن الرابع عشر بدايات القرن الرابع عشر يعني من عام 1301 وهكذا من بعد 1301 هذا يبدأ القرن الرابع عشر فهو بدأ الفتوحات بناء على سياسة الغزو والجهاد يعني هو عساسها بعمل الفتوحات في سبيل الله وتقدم على المحور الغربي باتجاه البيزنطيين بوك بوليتيكا دا إن بيك ركيبي بيزنس وبيزنسة بالتكفر لارد يعني أكبر منافس له كان في هذه السياسة هم البيزنطيين والتكفر لارد اللي هنن الأمراء التابعين للدولة البيزنطية أصمالي بيليانين yapmış olduğu فتحات برانة دواحات يعني الفتوحات اللي قامت فيها الإمارة العثمانية لم تتحقق كلها في دفع واحدة برد بيزنطيين في ستمة يعني كانت ضمن فترة ونظام محدد وزن سورة صبر استياء بيزنطيين سورة صورة اصلاحات يعني تحققت بعدها أملية طويلة وتطلبت منهم الصبر إذن كي أثمان بي دنمين ده ألن ما كيستنين إذنك دنم دنم جرشك لشان كشاتمالار سنجو عنجب 30 يل سنرا أرهام بي دنمين ده فتها دلدي يعني المدن مثل مدينة إذنك ومدينة إزميت وبورصة هذه كلها كان أثمان السيد أثمان كان يرغب بفتحها وضمها للدولة العثمانية ولكن لم تتحقق إلا بعد 30 عام على يد ابنه أرهام بي طيب الآن هنا لدينا بعض المعلومات عن عثمان أن أبوه هو أرتور القازي وأمه اسمها هايمة هاتون ولد 1858 في مدينة صعود وتوفي في أبتل 23 وعشرين يعني على أسوار بورصة وليس في بورصة حكم الدولة العثمانية لمدة 27 سنة و هنا يقولون لنا 23 عام و هنا يقولون لنا كلا محمد نوركزالي و هنا أندولوية غزة يعملون أماجي لغزيانروم دنيلين تركيين يعملون أماجي لغزيانروم كلا محمد نوركزالي يعني كان في عنا الغزات اللي هنن المخاربين الأشداء اللي شكلوا جمعية اسمها يعني غزات الروم والنساء أيضا اللي شكلوا جمعية اسمها النساء اللي يعني موجهين باتجاه روما هؤلاء الغزات موجهين باتجاه روما والنساء الموجهين باتجاه روما هؤلاء دعموا لعثمان ومن جهة أخرى أيضا كان في عنا الآهي التشكلاتي اللي تحدثنا عنها في الدرس السابق أسسها آهي إفران يعني منظمة أو مدرسة مسلاكية تعلم الناس المهن والحرف والأخلاق والعقائد والدين إلى آخره فكان واحد من مدراء أو رؤساء هذه المدرسة اسمه الشيخ أداب علي هذا الشيخ أداب علي زوج ابنة بالا هاتون لعثمان وبذلك زاد نفوذه أكثر يعني صار شيخ أداب علي يدعم عثمان من جهة وجمعيات الغزاة وجمعيات النساء أيضا كانوا يدعموه فلذلك زاد نفوذه أكثر إلك عشاما دا كيه هاركت السلس سووت إيدي يعني أول قاعدة لتحركه أو أول مرحلة كانت هي مدينة سووت اللي نشأ فيها إكين جي عشاما دا يسا كاراجاهصار إسكشهيرة يدي كيلومتر أزاق لقطة فتحتي يعني المرحلة الثانية كانت عبر فتح كاراجاهصار اللي تبعد يعني إسكشهيرة سبع كيلومتر وبندان صورة كيه فتحي بردان ينتي يعني من هنا من كاراجاهصار تابع إدارة الفتوحات الأخرى طيب لدينا هنا أيضا أهم المدن اللي أخذى يارهصار بلايجيك إنيجوري ألغتشتري 1299 في عام 1299 أخذ هذه المدن الثلاثة وبندان ي Match multi بلايجيك إلى الاطغة لدينا يعني نقل tweaks الداولي بلايجيك هي الاصمة كاراجاهصار وأطناء الالغتشهيرة إخطة الورخي ح overarching الك relativity كسر وينيشهير بيليين topraklarını إزنك'e kadar genişletti. Osman بي ele geçirilen toprakları eski ترك تيرسين فتهدين yerin فتهدين komutana verilmesi genelliğine oyarak kardeşleri oğulları ve komutanlarına dirlik olarak verdi. yani bixem عادة tıklaratrak التي كانت تقول ان القائد الذي يفتح المنطقة يأخذها بناء على ذلك Kams Osman bi-i-i-tah al-mun-i-tah 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 كان هو اللي يحكم ها يعني طيب Osman لتاريخ بirdönüm نقطة Ceylan Koyun Hissar أو بفص سavaş 1302 sonrasında بورسات كفرون اندرلين دك بيزانس أردوس بوزق نا أردل يعني هذه المعركة معركة Koyun حصار اللي كانت 1302 واللي تعتبر نقطة التحول في تاريخ العثمانيين انتصروا فيها على البيزانطيين الذين كانوا يقودهم أمير بورسا بوزا فالس sonrasında بورسا كزي قسم هاريج ترك ثرف اندرل مش أردو يعني بعد هذا الانتصار تمت محاصرة بورسا من كل الأطراف ما عدا القسم الشمالي فقط بولج إزميت يولو أسماني دولتنا أردو بذلك انفتح الطريق أمام العثمانيين باتجاه مدينة إزميت أسماني بولج بيكبر اعتبار كازان أراك بامس كون وغالدي يعني عبر اكتساب الإمارة العثمانية اعتبار كبير جدا أصبحت في موقع الاستقلال أصبحت وكالنها دولة مستقل 1320 yılında itibaren askeri seferlerin başına geçmiş olan oğlu Orhan Bey Bursa'y kuşattı يعني إنتقال إلي رئيسة ال جيش أو قياد ال جيش Orhan إبن Osman وحصر برسا عفت 2020 أترانوس Orhan Eli ومدانيا limanı alınarak Bursa'nın بيزانس ile باعلانت سي كسي يعني أخذ موانئ أترانوس اللي صار اسمه Orhan Eli فيما بعد وأخذ أيضا مدانيا وبذلك يعني فصل برسا عن الدولة البيزانطية قطع الاتصال فيما بين هم عثمان أخذ خبر هو كان طبعا عجوز يعني في أواخر حياته وكان مريض فسمع خبر أن فتحت برسا ومات بسلام هو مبسوط أن أخيرا فتحت برسا على يد ابنه و برسا جموش لكم بتا دفن دلدي يعني تأملو لقبة من الفضة ودفنو فيها في برسا إبك يريتين قام أرهام بعمل برسا عاصمة الدولة عثمانية لأن كان تقع على مركز إنتاج الحرير برسا الأهمية تجارة يولا عثمان إبك يولا كما عثمان بيلي ايكونام قد 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 بلند هذا مهم بسبب مرور طرق التجارية مثل طريق الحرير يمر من برسا فعندما جاء العثمانيين وأخذوا برسا وجعلوها عاصمتهم هذا الشيء أعطاهم قوة اقتصادية كبيرة يعني أصبحوا يتحكموا بطريق الحرير وبالقوافة التجارية وبالتالي اكتسبوا يعني قوة اقتصادية اكتسبوا الكثير من النقود وهنا لدينا بعض المعلومات عن أورهان أنه هو ابن العثمان وأمه اسمه مالهون هاتون ولد في صغوات 1281 وتوفي في برسا 329 وحكم الدولة وهنا أهم أعماله يعني هذه أصدقا سوف أتمر معنا بالتفصيل فيما بعض طيب أصمان الكويت كوجيلي ورمضة صندقية قال لريفة هديب اسطنبول بوازنا دور إلال لار يعني قاموا بفتح كوجيلي اللي هي هاي المنطقة اسطنبول الأسيوية يعني وبالتالي أصبحوا قريبين جدا تقدموا من مضيق اسطنبول يعني عصمت البيزنطيين اللي هي قسطنطينية 3. Andronikos topladığı قويتل لأ عصمالي دولة يزرين يرود مالتبه جوارين بالتفصيل بالقانون سواجين عصمالي دولة قزاند يعني قام امبراطور الدولة البيزنطية بنفسه بجمع قوات وتقدم بالتجاه العصمانيين وفي معركة بالقانون جوار مالتبه انتصارت بيزنط بيزنط بيزنطيين صالدرما جريتيني جوارين يعني بعد هذا الانتصار في معركة بالقانون لم تجرو بيزنطا مرة اخرى على الهجوم بتجاه الدولة العصمانية بالقانون زفرين دن سواجين عصمان بيزنطيين يزرين يرود يلز قلن ازنطيق تكفور شهري عصمان بيزنطيين تسنم تسنم موجودة هنا في اراضي الدولة العصمانية كل دولة العصمانية وبقي فيها امارة صغيرة هي ازنيك تابع للبيزنطيين ومنقطع تماما على الامبراطورية البيزنطية فاضطر الرجل لتسليم المدينة لأورغان بدون مشاكل وبعد بفترة ايضا هنا 31 هنا 1337 قام ايضا بفتح مدينة ازميت هذه الثانية يعني فتح ازنيك وازميت وبالتالي اصبحت هذه المنطقة من الاناظر كلها تابعة للدولة العصمانية في مواجهة هذه المنطقة اللي هي البلقان او الامبراطورية البيزنطية بذلك نتعلم الدرس القادم بإذن الله سوف نتحدث كيف وصلوا الى رومالي يعني الى البلقان الى الاراضي الرومانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته